حياكم الله نصل إلى آخر مواضيعنا لهذا المساوب التحديد مع الجامعة القاسمية بشارقة وانطلاقا من رؤية الجامعة ورسالتها في إعداد الطلبة بمستوى تعليمي تنافسي يبرز القيم الإسلامية والإنسانية ويعدهم للمساهمة الفاعلة في تطوير مجتمعاتهم محليا وعالميا تأتي جائزة خريج الجامعة القاسمية والتي تهدف إلى الحرص على استدامة العلاقة مع الخريجين الفاعلين في المجتمع وتقدير جهود الخريجين وإظهار تمييزهم أيضا يسعدنا اليوم في أمسيتنا أن نصدف أحد الفائزين بهذه الجائزة ونرحب بالخريج ضياء إسماعيلي خريج الجامعة القاسمية من جمهورية مقدونيا الشمالية والفائز بجائزة خريج الجامعة القاسمية عن فئة المشاركات المجتمعية أهلا وسهلا أهلا ومرحبا أهلا ضياء في البداية طبعا نبارك لك بالتأكيد هذا الفوز بجائزة الخريج المتميز عن هذه الفئة وماذا يعني لكم هذا الفوز بعد التخرج ببضع سنوات أو عدة سنوات أولا بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم جدا لهذه الدعوة المفيدة والجميلة الله يبارك فيكم إن شاء الله العالمين وصراحة الحمد لله رب العالمين على تشريف الجامعة باختيار الخريج المتميز وصراحة أنا سعيد جدا بالعودة إلى بيت الحكمة وبيت المحبة وبيت العلم بالعودة إلى الجامعة القاسمية التي تكون دائما دائما لنا منارة العلم نعم وصراحة أنا تخرج في سنة 2021 من جامعة القاسمية في كلية الشرية والدراسات الإسلامية وبعض التخرجي أنا رجعت في أوروبا يعني في بلدي في مقدونيا ونكون دائما في خدمة الناس وفي خدمة المجتمع ونكون صفراء الجامعة القاسمية في مقدونيا وفي نفس الوقت نحاول أن نوزي زكاة العلم الذي يأخذنا من الجامعة القاسمية هنا جميل جدا الحقيقة مفهوم زكاة العلم ونشرها الحقيقة في دول عديدة هذا مفهوم جدا جميل وقيمة إسلامية رائعة أخبرنا كيف عرفت عن الجائزة جائزة خريج الجامعة القاسمية بداية إن الله أكرمني بدراسة في الجامعة القاسمية وأنا بدأت الدراسة في الجامعة القاسمية في سنة 2016 والشيء الجميل الذي أنا أريد أن أذكره معكم اليوم لأن عندما قررت أن أدرس في دولة العربية أي دولة كانت ما كنت أعرف شيء عن اللغة العربية إلا كلمتين إن شاء الله والحمد لله والساعة بعد وصولي في سكن الطلاب في غرفة السكن جاء مشرف السكن وسألني بس سؤالين ما هو اسمك ومن أين أنت وأنا ضيقت كثير وحزنت كثير ما كانت جواب لي عشان أن أرد وهو فهم الموضوع بس طلب منه الجواد السفر وسجل المعلومات عندما هو طلع من غرفة كان يقول لنفسي عليك أن ترجع إلى بلدك لأنك ستحصل صعوبة في تعليم هذه اللغة لكن الداخلي كانت أحدث شيء وقال عليك أن تبدأ بهذه الكلمتين بإن شاء الله والحمد لله والحمد لله الرحلة الدراسية في الجامعة القاسمية بدأت بإن شاء الله داخل بجهد وصبر وانتهت بالحمد لله بالتوفيق والنجاح من الله والحمد لله بدأت تعليم اللغة العربية هنا في مركز اللغة في الجامعة القاسمية وبعدين بدأت الدراسة في الجامعة في كلية الشرية والدراسات الإسلامية وبعدما تخرجت من كلية الشرية والدراسات الإسلامية رجعت في مقدونيا لكن أنا كنت دائما في التواصل المستمر مع الجامعة ومع مكتب علاقات الدولية ومع مكتب شؤون الطلبة وعندما شوفنا في صفحة رئيسية للجامعة أن يوجد جائزة لخريج المتميز وقدمنا الأنشطة التي لدينا في مقدونيا والحمد لله رب العالمين حصلناها ما شاء الله هناك تأثير بالتأكيد لما تعلمت في الجامعة القاسمية عليك عندما رجعت إلى بلدك مقدونيا وتحدثت أنت عن زكاة العلم فخبرنا أكثر عن هذا الموضوع عندما رجعت من إمارات عندما رجعت إلى مقدونيا تعينت إماما وواعظا وخطيبا في أحد المساجد من المشيخة الإسلامية في مقدونيا فهي موجودة في عصمة مقدونيا إسكوبيا وفي نفس الوقت نقوم بمحاضرات الدينية ومحاضرات التعليمية وكمان سجلت الماجستير بعد العودة من هنا سجلت الماجستير وفي نفس الوقت زرنا في كثير من الدول الأوروبية مثل السويسرا مثل نمسا مثل نورفيش ومثل ألمانيا وخاصة في شهر رمضان قمنا بصلاة التراويه والمحاضرات الدينية وكما دول الأوروبا البانيا وكوسفا وبوستنيا وتركيا والحمد لله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله هذه كانت رحلة جميلة وإن شاء الله القادم أجمل في نشر زكاة العلم التي تحدثت عن مبدأها في بداية حديثك في خارج أوقات إمامة الناس في الصلاة والمحاضرات الدينية التوعوية ماذا تفعل كمان أن أكون بتعليم تعليم الأطفال تعليم القرآن قراءة القرآن وأساسيات الدينية في المسجد وفي نفس الوقت أكون مسؤول عن قسم التعليم في مؤسسة التعليمية في أحد المؤسسات الموجودة في سكوبيا ولدينا مشاريع الدينية مشاريع تربوية مشاريع تعليمية مع طلاب من الجامعة ومع طلاب من مدارس ثانوية حتى ما هم جميل ما هم نحاول أن نشتغل نعم هناك بالتأكيد ذكريات جميلة أثرت فيك في الجامعة القاسمية وفي تواجدك أيضا في الشارقة وفي دولة الإمارات بشكل عام فحدثنا عن هذه الذكريات وما الذي تعلمت على أرض دولة الإمارات صراحة إن الحياة في الجامعة القاسمية ستبقى دائما مغفورة في قلوبنا وأذهاننا لأن من أجمل ذكريات عيشنا فيه والحمد لله أكثر ما أثر بي خاصة في الإمارات هو الجو الديني الجو العلمي الجو الثقافي والجو بالشكل عام الاجتماعي نعم والحمد لله استفدنا كثير من حياة الدراسية في الجامعة القاسمية خاصة في المواد الشرعية مثلا في التفسير والفقه والسيرة النبوية حياة نبينا الحبيب وكمان استفدنا كثير في مواد من الثقافة الإسلامية ولغة العربية والنحوة وهذه الأمور نعم أنا شاهد صورة يمكن لك في إحدى القنوات الفضائية أعتقد أو ماذا أو في إحدى المنصات خبرني أيضا عن هذا الأمر أكثر صحيح لدينا بعض المحاضرات في قنوات الحكومية والمحلية في مقدونيا يعني محاضرات الدينية وفي أم تي بي يعني فهي القناة الحكومي في مقدونيا وقمنا ببعض المحاضرات الدينية والثقافية والتعليمية عن الدين يعني وفي نفس الوقت كان لنا محاضرات في قناة المشيخة الإسلامية في مقدونيا إقرأ تي بي فهي اسمها إقرأ تي بي وقدمنا بعض المحاضرات وفي نفس الوقت لديك قناة في اليوتيوب خاص لي ونشرنا بعض المحاضرات المحاضرات مختصرة رمضانية والرسائل رمضانية المختصرة هناك أنا أشكرك على وجودك معنا اليوم أخضياء نبارك لك بالفوز ونحن فخورين دائما بخرجين الجامعة القاسمية سفراء الشارقة إلى العالم أجمع ألف مبروك مرة أخرى وشكرا لك أخضياء على وجودك معنا الله يبارك فيكم ونشكركم جدا لهذه الدعوة ونشكر جامعة القاسمية ونشكر صاحب السمو والدنا شيد دكتور سلطان بن محمد القاسمي وكمان نشكر رئيس الجامعة القاسمية جمال الطريفي وعميد الجامعة القاسمية عواد الخلف وجميل أساتذتي والذين دائما كانوا معنا ويدعموننا شكرا لك وشكرا لكم أيضا مشاهدين على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة